رحمة الله وبركاته. اهلا يا ابو محمد. ازاي حضرتك يا دكتور? والله في نعمة الحمد لله. انا اولا ما حتباشكر حضرتك على على كل الحاجات اللي بتقدمها النا والله وجزاك الله كل خير. يا ربنا يبارك لك. وحضرتك دكتور محترم. يا رب يا خديك. ده من زوء حضرتك بس يا ابو محمد تحت عمرك. ربنا يدك الصحة. اه بعد اذن حضرتك انا بنت عندها تلات سنين ونص. تمام. وبدأت من فترة قريبة كده تهرش في قعوب رجليها. اه. حتى في عز لعبها وهي بتلعب ومشغولة في اللعب. القاها مرة واحدة قاعدت على ركابها كده وبتهرش في قعوب رجليها. تمام. طب نشفة كعب الرجلي الناشف? لا خالص. الجلدي ناشف ولا حاجة? ولا ناشف ولا اي حاجة. لم استيها لبسة شبشف جديد او شراب جديد او جزمة جديدة? لا هي كانت لبسة صندل جديد اه بعده وعملت كده بس اه لبسته بعدها. طبع. بدأت تلبسه للارض كده بقعوب رجليها وجامد يعني والسجادة. طب انت حامل ولا حاجة? حامل ولا حاجة يا بمحمد? في حامل او طفل جديد? لا. في طفل عنده سنة وشهرين. سنة وشهرين. طيب. ايو. طب بتكمل لعب عادي يعني الرجلية دي مش محمرها مفيش? مش معطلها خالص. عن اي حاجة? لا خالص. حاط. بس في هي مشغولة في عز لعبها كده قلقها مرة واحدة قاعدة تورش وتقوم دي كامل تاني. طيب ميش. ميش. شكرا لحضرتك. شكرا لاتصالك يا محمد. اولا شكرا يا محمد على على المجاملة الرئيئة من حضرتك دي وبشكر حضرتك. ويا استاذ علاء رجب يا كبير المعدين بتاعنا. والله انا مش موصي بمحمد ولا حاجة. هي متطوعة شكرت شكرتنا وشكرت القناة الحياة. بس يا محمد. طفل بيهرش في رجليه ممكن يبقى فيه حاجة اسمها كونتاكت درماطيتس. يعني ايه يعني التهاب او حساسية في الجلد نتيجة تلامس مع عاشق جديد. لو العين لبس لبس صندل جديد. الصندل ساعة معزم الصندل دلوقتي معمولة من الياف صناعية. فساعات يبقى فيه مكان التلامس بتاع الكعب ده مع صندل جديد يعمل للطفل حساسية. يبقى اتغيري نوع الصندل. لو لابسها شراب وحصل الاحتكاك دول صندل شراب بوليستر ولا سوف ولا حاجة تعملي شربات قوتني. بقى اتغيري نوع الصندل اللي هي لبسته. لان ده غالبا حاجة اسمها كونتاكت درماطيتس. او التهاب او حساسية في الجلد نتيجة التلامس مع مادة هي مش مرتاحة لها. فغياري نوع الصندل. هتلا صندل يبقى اتنعلي بتاعه متبطن بقوتني ولا حاجة. لان الحاجات البوليستر والحاجات البلاستيك والحاجات الصناعية دي. ممكن المادة دي بالذات عاملة للطفل مشاكل. وجيبي كريمات مهدئة موضعية سعب نستخدم كريمات مرتبة للبشرة. هتستخدم تحطي كريم مرتب للبشرة. حاجات كتيرة هتلاقيها في السوق مستلة ولا فان ولا اي حاجة تحطيه كريم ده ترتبيه الصبح مثلا وهي صحية من انهم ترتبي الكعب بتاعها بالكريم المرتب ده وان عشان لما يحصل تلامس ما تعدش تهرش في الكعب. فهرش في الكعب ده معناها اجزيمة او معناها حساسية في الجلد مع التلامس مع اشياء جديدة عليها والاشياء الجديدة دي هي حساسة لها شوية. ممكن يبقى كعب الصندر ممكن يبقى اشرب. ساعات في اطفال تلاقيين انت لو تلاقيها تهرش في ايه في 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 صوابحها. ده نتيجة مثلا ان استخدام تباشير جديد او قلم جديد ولا حاجة والقلم ده القلم ده او العامل عامل حساسية برضو للصوابحة. فانت تشوف الحاجة الجديدة لو العيل بيهرش في ايده تشوف التباشير او اللعبة الجديدة اللي انت جيبتيها. لو بيهرش في رجل وتشوف الصندر الجديد او الشراب الجديد اللي انت جيبتيه. لان دي حساسية بسيطة. نحط كريم مرتب. ولو زاد الهرش او ممكن تستخدمي اي مادة بمودادات الهستامين في افنستيل وكلياريتين زرتك اي حاجة عشان تهدي الهرش اللي هي بتهرشه ده. وما تلاقيش خالص يا امو محمد. ومرة اخيرة بشكرك على المجاملة الركيجة بتاعت حضرتك.